ووسعنا لديرة الحوار للحديث عن تجارة الأدوية بصفة عامة الكلام قبل الفاصل كان مع الأستاذ محمد كلم في القسم الأول عن دور وزارة الصحة والاتهامات اللي بتلقيها وزارة الصحة على الشركة والتصريح المهم اللي قالوا أنه إذا كانت وزارة الصحة لديها دليل على تهريب الشركة أو توزيع هذه الأدوية بشكل غير شرعي أو على مصارع الحلويات أو كذا تاخد الدبطية القضائية وتحول الموضوع للنيابة العامة ولا تلقي التهم جزافا أو بطريقة مرسلة فالأزمة اللي حصلت مبارحة كان يجب عندما أعلن وزير الصحة وإحنا مش ضد الكروت الزكية مش مش ضد أن يصل الدعم المستحقي نحن معا أن يصل علبة اللبن لكل طفل في مصر بيسر لأن دول أطفالنا وأحفادنا وكلام ده كله فجأة مبارحة ومن يوم الأربع كانت الشركة المصرية من خلال منافذها من خلال قرارات وزارة الصحة من إحنا نوزع لبن الأطفال بشهادات الميلاد إحنا بنعمل كده فجأة من أول مبارح قالك من واحد تسعة محدش ده قرار مفاجئ اللي خدهوا أول مبارح من ليل واللي أدى لأزمة مبارح لأزمة مبارح مش هنا بس في كل المحافظات كنت أنا كنت في سوريا وكنت بتابع الموقف كل المحافظات من خلال اللجنة القبيل كل المحافظات كانت عكب جد ده زي الفل الحمد لله إن شاء الله تبنى زي الفل طب يا رب عدت ثلاث ايام فيه أربعة ايام كلها إن شاء الله خير كتف دمشك طيب ربنا يعيد سوريا للسوريين يا رب فحضرتك فدكت أزمة في كل المحافظات في كل المحافظات معها إيه؟ طب إن بارح عدنا الناشط وزير الصحة أو الدنيا كلها إن يجب أن تفتح مخازن الشركة المصرية النهاردة وبالفعل وأنا بحيل عمليه في الشركة المصرية النهاردة فتحه من الساعة 8 صبح وكل الألبان اللي عايزاها مديريات الشؤون الصحية والمنافذ بتاعة وزارة إحنا بعتنا لها النهاردة لبا طب ماشي اللبا نراح ده طبعا تزود على التصريح بارح بتاع القوات المسلحة إنها نزلت 30 مليون علبة لبا لأ ما نزلتش عشان بس خلينا نتكلم دي حاجة ودي حاجة جماعة يعني عايزين نفصل يعني حضرك ما تعرفش إن القوات المسلحة نزلت أو منزلتش لا 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 عايزين نفصل عايزين نفصل ما بين اللي بيتنزل وزارة اللي هتنزلت أنا عارفك أنا ما عنديش فكرة في الدمج أنا بقولك خبريا إن وزارة القوات المسلحة أعلنت إنها حتنزل عايزين نفصل ما نتحدث الآن عنه هو لبا المدعم الذي يصل المستحقيه من خلال الكروت الزكية من خلال مراكز العموم والطفولة ده اللي بنتكلم في دي الوقت وهقولي الكلام ده إحنا النهاردة من ساعة 8 الصبح عربياتنا انتشرت في جميع المحافظات الجمهورة ما ودينا مراكز العموم والطفولة ما فيش مشكلة طب النهاردة لما تروح الأطفال هيصرفوا إزاي ده النشروط اللي كان بيقولها ست النقيم التلات حاجات ده أنت لسه اتكرت بيقعد خمساشر يوم لا ده لسه مش بس لسه قصة كبيرة ثانية واحدة بس عشان دي نقطة مهمة محمد بي الكلام اللي قاله السيد تقيم في الأول عن من فكرة مستعقين ثلاث توائم والأم اللي عندها سرطان والأم المتوفية ولا كده ده ده من حيث الاستحقاق أما الإجراءات ففي رأيي إنها كمان أعقد يعني قالك إن وليه الأمر ومعه الطفل يتوجه لأقرب منفذ من منافذ صرف الألبان المميكنة الأم مكتوب ولي الأمر لا الأم يعني الأم ماشي مولا الأمر ده الأم يتم توقيع كشف الطب فور الولادة ماشي يبقى الأم ومع الطفل يتوجه لأقرب منفذ من منافذ صرف الألبان المميكنة ومعهم البيانات وهي صورة من قسيمة الزواج وصورة من شهادة بلاد الطفل وصورة من بطاقة الرقم القومي للوالدين بعدها يقوم الفريق الطب المدرب بفحص الطفل وكذلك الأم للتأكد من شروط الاستحقاق اللي احنا قلناها من شوية حيث يتم الصرف أول مرة يدويا لحين استخراج البطاقة ويتم توجه ولي الأمر إلى أقرب مكتب بريد لسداد مبلغ 15 جنيه تدفع مرة واحدة 15 جنيه دي لهي تمن استخراج الكارت المميكن وذلك تمن استخراج البطاقة الذكية وبعد أن يحصل ولي الأمر على أصل إيصال السداد يحتفظ به ثم يتوجه بعد 15 يوم من تاريخ السداد إلى الإدارة الصحية التابع لها لاستلام البطاقة الذكية بأصل إيصال السداد